أهلاً أحبائنا مشاهدينا إحنا بنتكلم عن موضوع الاضطهاد وضيف الحلقة دكتور أمال جندي وحكينا طبعاً في كتير تفاصيل بموضوع الاضطهاد ونعاوز أوكي خلاص قلنا إنه حقيقة في مضطهد في مضطهد إحنا كيف نكون مخلصين وأوفياء في هذا الموضوع أول حاجة يا خنزار إزاي أنا كمضطهد أعامل مضطهدي يعني أنا النهاردة رحت في مكان ووقعت تحت الاضطهاد هذا الاضطهاد يقوم به آخرون أنا معاملتي معهم إزاي الكتاب يعلمنا حاجتين أساسيتين أول حاجة لا تجازوا عن أحد شراً بشر وحبوهم ليه نحبوهم؟ لأنه محبة الله انسكبت فينا بالروح القدس معتلنا فأحنا بنحب الآخر بلا شروط مش أنا هبقى ودود لا أبقى محب فيه فرق بين ودود ومحب فأنا عشان أبقى محب مهما أظهر لي من شر أنا برضو بحبه وأصلي من أجله عشان الرب يكشف عن عيني هذه الغمامة الحاجة الثانية لازم المضطهد يعرف كمان أنه أنا برضو لي كبير أنا لي كبير وبيقول إيه؟ لأنه عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً لأنه الكبير بتاعي عادل وعدله قد يمتد إلى قصاص لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فمهم جداً أن المضطهد يدرك هذا الحق يا أخ نظار بس أنا كدوري أنه إن جاء عدوي أطعمه إن عطش أسقي وبكده تجمع جمر نار على رأسه هو مش هيكون الهدف أن أنا عاوز أدايقه لكن يكون بحبة بلا أنا بختم الرسول بولوس في روميا 12 يقول لا يغلبنك الشر أيوة بل أغلب الشر بالخير المضطهد مش ضعيف بالزبط يعني بالزبط المضطهد هو الضعيف أنا يحضرني المشهد بتاعي اللي دبحوهم على في ليبيا أيوة المصريين 21 آه المضطهدين الذين دبحوا كانوا فيه سلام اللي قاموا بالدبحة كانوا خايفين يوروا وجوههم كانوا حطين الحجاب وهذا اندل على الشيء يعني بدل الخوف الخوف بتاعهم طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة